كل الأحداث بتؤكد إن الحرب الإقليمية أصبحت على الأبواب المؤشرات واضحة وكان آخرها الهجوم السبراني اللي شنته إسرائيل ضد عناصر من حزب الله سواء كانت عناصر مدنية أو عناصر مقاتلة كمان الغارات اللي حصلت النهاردة على عدة مواقع تابعة للحزب في الجنوب إسرائيل زي ما احنا عارفين من فترة عملوا اجتماع وقالوا نحن ننتقل للجبه الشمالية وبالفعل بدأوا ينقلوا مزيد من الجنود من قطاع غزة ومن الضفة الغربية والدوم الحدود اللبنانية عندنا الفرقة 98 دي قوات إسرائيلية جابوها ودي فرقة من قوات النخبة كانت تمارس الإجرام والعدوان في غزة وجابوا عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات عملوا يعني تشكيلة كده وراحوا لهناك وشفنا صحات وزير الدفاع الإسرائيلي جابا اللي قال فيها بوضوح ان الحرب دخلت مرحلة جديدة وحيتم التركيز فيها على الحدود الشمالية والمواجهة مع حزب الله النهاردة كمان صحيفة هولستريك جوردن قالت ان الولايات المتحدة بجهز خطة لإجلاق خمسين الف مواطن أمريكي من لبنان وقالت الكلام ده نقرا عن المسؤولين الأمريكيين وقالت انه شنطن بتجري حاليا مباحثات مع قبرص لاتستخدام قاعدة لإجلاء الرعاية الأمريكيين القرار ده يا جماعة معناه ان الولايات المتحدة عندها معلومات مؤكدة عن احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني وده اللي عزاء إسرائيل طبعا النهاردة تكلم برضو سيد حسن نصر الله يعني معلقا عن اللي حصل خلال الأيام الماضية وقال يعني انه الحساب على جرائم إسرائيل قادم لا محالة وان العدو الإسرائيلي سيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب لكن خلينا نبتدي من هذه التفجيرات اللي كانت الحادث الرئيسي خلال اليومين اللي فاته حزب الله طبعا بيستخدم أجهزة نسلكية وأجهزة بيجر وغيرها ودي يمكن ما بتعتمدش على التكنولوجيا حديثة وهي ماهاش متصلة بالإنترنت ده كان بيخليها صعبة الاختراق لكن فجئنا طبعا أن إسرائيل اخترقت الأجهزة وفجرتها ونتج عنها يعني حقيقة مئات مئات الجرحة وعشرات الشهداء السؤال إزاي إسرائيل استطاعت تنفيذ هذه العملية رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة اللي بيأخذها حزب الله طبعا جهاز الاستخبارات الإسرائيلية المساد أنشأ مجموعة من الشركات الوهمية اللي بتعمل في مجال الاتصالات وتحديدا الأجهزة اللي بيستخدمها عناصر حزب الله الشركات دي كان مهمتها اختراق سلاسل التوريد وانتظار اللحظة اللي يعني يعقد فيها الحزب صفقة لشراء أجهزة جديدة وده اللي تم بالفعل خلال الشهور اللي فاتت كمان صحيفة نورك تايلن كشفت اسم الشركة يعني حاجات كتير حيبة بتبين الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في أنها تكون واحدة من الشركات التابعة لها جزء من هذه الصفقة والصحيفة قالت أن الشركة دي اسمها شركة بي آي سي لاستشارات والشركة دي مقرها بودابست وكانت تحت إشراف وإدارة مباشرة لعناصر المستخبارات الإسرائيلية وبالطريقة دي تم تفخيخ الأجهزة عن طريق زرع جرام أو جرامين على الأكثر من المتفجرات داخل أكثر من خمس تلاف جهاز بيجر وكمان الموساد أطلق على هذه العملية حصان طروادة وجاءت لحظة السفر وتم تنفيذ العملية العملية دي وافع عليها نانتنياهو والفريق الأمني المصغر حسب اللي نشيته الصحافة الإسرائيلية ما كانش بس تفجير أجهزة لكن كمان تم تفخيخ وتفجير أجهزة الراديو ودي من تصنيع شركة أخرى وتستخدمها عناصر الحزب العادية لكن أجهزة البيجر بيستخدمها كوادر مهمة في حزب الله كميات المتفجرات اللي تم وضعها في الأجهزة ما كانتش كبيرة لكنها من نوعية شديدة الانفجار وكان ضروري وضع كميات قليلة لضمان عدم كشفها في المطارات والمواني اللبنانية طبعا حزب الله وفقا للمصادر اللبنانية بيقوم بتحقيق شامل في هذه العملية التحقيقات بتحاول إجابة عن عدة أسئلها منها من هو الوسيط اللي قتى بالشحنة وكيف علمت إسرائيل بالتحضير لعملية الشراء وكيف جرى الخرق الأمني لكن السؤال الأهم هل نحن أمام عملية تجهيز المسرح لعملية عسكرية كبرى في الجنوب وإن تعطيل شبكة اتصالات حزب الله هي مقدمة للعملية دي طبعا كل المؤشرات بتؤكد إن إسرائيل اتخذت قرار بتوسعة الحرب وإن عملية غزو لبنان أصبحت وشيكة وده اللي أكدته تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي منذ قليل اللي أعلم فيها عن التصديق على خطط عسكرية تخص الجبهة اللبنانية وقال إن الخطط دي بتسعى لتغيير الواقع الأمني في الشمال وكمان أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضرب أهداف نوعية لحزب الله في الجنوب في الجنوب اللبناني ترجمة نانسي قنقر